بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا يا سادة أنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم دايماً بتغمرنا وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بجوامع كلمه بيحسسنا أن احنا عندنا سند من النور وعندنا ساحة وسعة نستطيع من خلالها نشوف أسرار ونشوف حياة جديدة مليانة بمدد الله سبحانه وتعالى وعشان كده بنظل مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم نرتشف من كأس أنواره صلى الله عليه وسلم عشان تستنير بصائرنا وتستنير عقلنا وتتسع حياتنا النهاردة مع حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث هو ركن من أركان هذا الدين وهو حديث سيدنا عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وفي رواية بيتقدم فيها صوم رمضان على حج البيت وهذه الرواية التي ذكرناها هي الرواية المتفق عليها اللي أخرجها الإمامان البخاري ومسلم الحديث ده بالذات حديث مهم أوي حديث ده وكأنه توأم حديث جبريل اللي هو حديث أم السنة اللي احنا شرحناه قبل كده اللي هو لما جاء جبريل وسأل حضرة النبي عن الإسلام والإيمان والإحسان لأنه هو في الحديث ده بيتكلم عن الإسلام فبني الإسلام على خمس معناها أن من أتى بهذه الخمس فقد أتم إسلامه زي ما البيت كده بيتم أركانه كذلك الإسلام لو الشخص أتى بالأركان الخمسة دي فقد تم البناء طبعا واضح أن البناء ده ببناء معنوي مش بناء حسي بس مش معنى كده أن دين الإسلام بيقتصر على الأمور الخمسة دي بس لا ده يشمل أعمال وشعب كثيرة من الإيمان وإنما اقتصر حضرة النبي على ذكر هذه الخمسة خمسة الأركان دولة وكأنها الخمسة الأصول لأنها بمنزلة الدعاء من البنيان دي الأعمدة فقول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الشهادة هي الإخبار عن علم وإعتقاد فكأنه إيه فأعلم أنه لا إله إلا الله كأن ده تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم فأعلم أنه لا إله إلا الله وفي الحديث وإقام الصلاة وما قالش أداء الصلاة لأن المقصود مش إن إحنا نفعل بس الصلاة ونؤدي حركتها لكن إحنا لازم نفهم إن الصلاة هنا نقمها فنقيم بيها الحياة قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين يعني إيه؟ يعني الصلاة دي عمود الحياة ولذلك هيأتي في حديث رسول الله عليه وسلم إن الصلاة عمود الدين عمود يعني دوة عمود الخيمة اللي بدونه بيروح وبيفسد دين الناس وعشان كده ده عمود الدين والذكاء دايما قرنها الله سبحانه وتعالى بالصلاة في كتابه العزيز فقرنها بالصلاة في 82 موضع وده يدل على إيه؟ على عظم شأن الزكاة ليه طيب أصل الزكاة دي بتطفئ غضب الرب وكمان بتطهر الناس خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها إذن دي كمان لها دور مهم جدا في تسكية الناس وعشان كده القرآن حدد مستحقي الزكاة وكان ده اهتمام بالغ جدا جدا بمسألة الزكاة أما بقى لما نصل بقى إلى مسألة الصوم ومسألة الحج فنشوف كده إيه اللي حاصل؟ إن وجوب الصوم في رمضان ركن من أركان الإسلام والأحاديث التي وردت في فضل صوم رمضان كتيرة زي قوله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجهزي به أما الحج بقى فالحج يا سادة الحج هو القصد فستشوفوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو بيكلم عن الحج فيقول فمن حج ولم يرفث ولم يفسق عاد كأوم ولدته أمه تعالى أقول لكم حاجة عايزين بقى نقرأ حديث الرسول الله عليه وسلم بطريقة تانية حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس أنا في أوقات كتيرة بشوف ناس كتيرة بتطلب حاجة اسمها السلامة النفسية أو السلام النفسي اللي هي الهدوء وراحت البال ففي حاجة مهمة أول لازم نتعلمها إن الحديث وكأنه بيكلمنا إزاي نتحقق من السلامة النفسية أو الله عايزي بقى عندك سلامة نفسية تعالوا نشوف نحققها إزاي بهذا الحديث أول ركن من الأركان الإسلام كانت ما أول السلامة جاية من السلام جاوله جاي من الإسلام ورزاك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم ومن سلم المسلمون من لسانه ويده ففي سلامة هو فتعالوا نشوف بقى أول ركن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أول حاجة في السلامة النفسية البصيرة أن يبقى عندك شهادة تشاهد تشاهد إيه؟ تشاهد أن أنت معاك الله سبحانه وتعالى طول الوقت وأن أنت في معية الله وأن أنت في صحبة الله دوما ومين اللي يذكرك بده؟ حضرة النبي ليه حضرة النبي يذكرك بده إزاي؟ فاكرين لما سيدنا رسول الله سلم قال لي سيدنا أو بك لا تحزن إن الله معنا فدايما كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يبقى عشان أنا أبقى صاحب بصيرة همشي وراء حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى عندنا حكتين أشاهد معية الله وكيف سأشاهد معية الله أن أسير خلف رسول الله هي دي شهادة أن لا إله إلا الله إن الواحد يبقى عنده شهادة شهادة يا إيه؟ يبقى عنده بصيرة ويرى مولوها على الدوام يبقى ده أول ركن من أركان من أراد أن يحصل السلامة النفسي يبقى أول حاجة أول حاجة نعلمها للناس عشان يبقى عندهم سلام نفسي أول حاجة نعلمهم نعلمهم إن هم يبقوا أهل بصيرة ويروا الله في كل شيء طب إذا إذا واحد عجز يعمل إيه؟ يعمل مثل ما يصنع مثل ما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل إيه؟ يذكر الله سبحانه وتعالى في الصباح والمساء إذا حصلت له نعمة يحمد الله وإذا حصلت له نقمة أو حصله شيء من المعصية يستغفر الله وما يخليش المجلس فاضي من الذكر يذكر الله ذكرا كثيرا هتلاقي كل اللهيب وكل الصراع بينطفق يبقى أول حاجة الشهادة بتوصلنا إلى الشهود فيبقى من أهل بصيرة فلازم يبقى عنده شهود يشهد الله فيكون من أهل بصيرة تاني حاجة الصلاة الصلاة صلة بين العبد ورب لازم العبد يتيقن من إنه ممدود لازم العبد يتيقن من إنه إيه؟ ممدود في مدد من ربنا ربنا بيستيبه لوحده يعني مش المسألة إن ربنا معاه بس لا ده ربنا معاه بيمده يعني بيعطيه العطايا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك إذن هو ممدود من الله سبحانه وتعالى يبقى اللي عايز يحس بالسلام النفسي لازم يكون من أهل اليقين من مدد الله وتبقى الصلاة وعشان أنا جبت الكلام ده منين لإن رسول الله وهو بيتكلم عن الصلاة أشار إلى إن الصلاة أحد أدوات السلام النفسي فقال إيه؟ أرحنا بالصلاة يا بلال طب إيه اللي في الصلاة بيحسسنا بإيه؟ بيحسسنا بالراحة إن الصلاة صلة بين العبد وربي يبقى إحنا تاني حاجة تاني حاجة الصلاة فيها صلة بين العبد وربي أعرف إن أنا موصول يعني ما تجيش نفسي وتقول لي إن أنا لو كلمت ربنا ربنا مش هيسمعني وما تجيش نفسي تقول لي إن ربنا سبحانه وتعالى تركني لا ده ربنا يسمعني ولذلك لما كان أحد الصلاحين حبي ربي ابن أخته قال له إيه؟ قال له ربيني وهو طفل صغير قال له تلت كلمات الله معي الله يسمعني الله يراني يبقى تاني حاجة الصلاة بتعلمك الصلة يبقى أول حاجة أنت ترى الله ترى الله في كل شيء والله يراك والله يسمعك وهناك صلة بينك وبين الله الحاجة التالتة بقى الصوم الحاجة التالتة نقاس في الزكاة إيه الزكاة بقى؟ الزكاة مهمة أو أو أوي عشان الزكاة دي بتعلمك إذا كنت عايز تبقى من أهل السلام النفسي لازم تقوم بحاجة من أعمال الخدمة أصل الزكاة دي عبارة عن إيه؟ عبد من عبيد الله بيخدم أهل الله يخدم الفقراء والمساكين كل دول الأسلام في التمانية يخدمهم ولذلك إلا حاصل هذا الشخص اللي بيكون دافع للزكاة اللي بيحصل بيحس إنه من أهل الخدمة يبقى تعالوا نشوف كده أرى الله وشاهد الله وهو يسمعني وأنا على وصال مع الله فماذا أفعل؟ فأخدم عيال الله أخدم الناس فييجي الصوم بقى يبقى الخدمة هو ييجي بقى لإيه؟ الصوم إيه اللي حاصل؟ وأنا كريم عندي خصوصية مع الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجز به فأنا عندي خصوصية مع الله طيب الخصوصية تسمح لي بإيه؟ تسمح لي إن أنا أعود إلى الله في أي وقت تسمح لي بإننا ربنا سبحانه وتعالى يغفر لي تسمح لي بإن أنا ما حسش إن أنا مهمل ومرمي لا ده فيه خصوصية بيني وبين الله فيبقى حس بإن أنا عندي خصوصية بيني وبين الله ليه؟ فضل من الله الخصوصية دي إيه؟ فضل من الله يعني إيه فضل من الله؟ إن أنا شخص دائم المكانة والتكريم عند الله هو ربنا خلني عندي خصوصية وعندي تكريم عند الله من إيه؟ فضل منه طيب الفضل ده يمتنع آه ده مهم أوه في مسألة السلام النفسية دي ليه مهم؟ لأن فيه كتير من الناس يحسوا بإننا أكيد ربنا مش هينظر لي أنا صاحب معاص كتير ربنا هينظر لي ليه؟ فلازم أقوله إن ربنا بينظر لك وربنا جعلك في مكانة خاصة عنده عن كل المخلوقات فضلا منه وكرما مش عشان أنت كويس مش عشان أنت عندك أعمال وعندك رصيد لا لأنك مكتوب في ديوان العبيد هي بقى الخصوصية وآخر حاجة بقى الحج آخر حاجة لإيه؟ الحج والحج هنا بقى في معنى مهمة أوى أوى حضرت النبي يقول من حجة ولم يفسق ولم يرفس عادك يوم أولادته أمه ولذلك حضرت النبي كان دايما بيقرن ما بين الحج وما بين الجهاد ومعنى كده إيه؟ إن الشخص اللي عايز يوصل للسلامة النفسية لازم يزكي نفسه لازم يمتنع عن إنه هو يحصل سواد في قلبه لازم يطهر قلبه دايما من الحقد والغل والنظر إلى الناس الشخص ده وليس جبت الكلام ده منه؟ فاكرين حديث الرسول الله سلم لما قال لا تحدثوني عن أصحابي فإني أريد أن ألقاهم سليم الصدر وهنا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن أعظم الجهاد الحج أي إن المرأة التي لا تستطيع أن تحج أن تحج فحجها فالحج كالجهاد يعني المرأة التي لا تستطيع أن تجاهد في حجها فجهادها في حجها وعلمنا إن الحج هو شكله من أشكال الجهاد ليه؟ لأنه جهاده النفس يبقى أنت الحج بيعلمنا تسكية النفس يبقى خمس حاجاتهم اللي عايز يعيش في سلام نفسي يعملهم أول حاجة دايما يجلي بصيرته ويرى الله في كل شيء تاني حاجة لازم يحس بأنه عنده صلة مع الله سبحانه وتعالى طول الوقت وده يحصل لما هو يكلم الله سبحانه وتعالى دائما تالت حاجة اللي هو الشخص ده يعرف أنه عنده حالة من حالات الخدمة لما يخدم عيارة الله سبحانه وتعالى يحس بأنه هو عنده سلام لأن الناس اللي بتمتنع شوف كده سيدنا أبو بكر لما امتنع عن إعطاء الصدقة اللي كان بيتصدق بيها شوف ربنا سبحانه وتعالى بماذا خاطب سيدنا أبو بكر ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال والله أحب يا رب فرح مرجع لإيه؟ مرجع الصدقة بتاعته مرة تانية وعشان كده الصدقة دي بتخلي الإنسان في حالة سلام نفسي لأنه بيحصل له صلاة من الله عليه يبقى إذن كمان الخدمة رابع حاجة اللي احنا أخدناها من الصوم الخصوصية أن أنت عندك خصوصية وده معناها إيه؟ أن أنت ما فيه الزن بيوقفك وما يخلكش ما توصلش إلى الله وآخر حاجة الحج بيعلمك حاجة مهمة قوي أن أنت تستمر في تسكية نفسك وتخلي نفسك من المساوة وتجاهد نفسك في ذلك الخمس حاجات دولة هم اللي هيوصلوك للسلام النفسي ممكن نقول شوية إجراءات سريعة كده عشان نوصل للخمسة دولة أول حاجة على طول خليك على طول لما تحس أن أنت عندك حالة من حالات التهديد النفسي على طول قول يا من أنت معي نقي بصيرتي ومسمعي يا من أنت معي نقي بصيرتي ومسمعي قولها عشر مرات كده لما تحس أن أنت في حالة إيه؟ رايح في حالة عدم السلام النفسي يا من أنت معي نقي بصيرتي طهر بصيرتي ومسمعي طيب دي أول حاجة حاجة تانية تعمل إيه على طول لما تحس أن أنت داخل على حالة من حالات القبض وكده على طول كلم الله سبحانه وتعالى قل له يا رب والله أنا حالي حال القبض اللي أنا فيه ده أو الحال اللي أنا فيه ده لا أحبه وأنت كريم وأنا أعرف أن أنت تسمع ما أقول وأعرف أنك تعلم ما في صدق فارب حول حالي إلى أحسن حال آه على طول طرح عمل الإجراء ده تانية على طول الإجراء الثالث بقى اللي أنت تعمله اعمل أي خدمة لأي حد حواليك هتلاقي الناس اللي بيعملوا الخير ده نفسهم كأنهم بتطفي ودايما الخدمات يا سادة ودايما بتاع مش تطفق غضب الرب بس كمان بتطفق كمان النار التي تكون في صدر العب فيحس بالسلامة وحس بالسكين فأعمل خدمة لأي حد من عباد الله الأمر الرابع والمهم بقى اللي هو مسألة الخصوصية على طول اعمل حاجة خرج السر اللي بينك وبين ربنا السر ده تمكنك أن يكون في عمل صالح السر ده ممكن يكون في كلمة بتقولها زي مثلا لما أنت يحصل لك حال تقول يا لطيف 129 مرة مرة الحاجة الخامسة والأخيرة أن أنت تيجي تعمل إيه تزكي نفسك على طول تعتذر للناس لو أسأتي إليهم وتستغفر ربنا لو أنك أنت حاسس بأن فيه في قلبك حاجة سوداء لعل هذا السوادى اللي جاي من حق أو الغل لو أنت تهارت قلبك منه بالاستغفار تكون في حضرة الأنوار بين يدي الغفار يا رب اكرمنا ونفهم حديث رسول الله عليه وسلم بهذا الاتساع ونكون من أهل السلامة النفسية على الدوام يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين بعد الفاصل نلتقي بأسئلتكم اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بن نامك ولا تعسروا عشان نجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معانا أسئلتكم اللي بتوصل لنا على صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامك ولا تعسروا اللي بتوصل لنا أسئلتكم المباركة ونخصص لها وقت عشان نجاوب عليها زي ما نجاوب عليها دلوقتي السؤال الأولان اللي وصلنا بيقول هل هناك صلاة تسمى صلاة الشروق عند بدء شروق الشمس؟ لا مفيش وقت شروق الشمس ده وقت منهي في الصلاة عنه ولكن لعل حضرتك أو حضرتك بتقصد أن الصلاة تكون بعد الشروق بعد الشروق يجيب تالت ساعة على العيه ويبقى الصلاة دي اسمها صلاة الضحة فإذا كنت تقصد صلاة الضحة فصلاة الضحة دي ثابتة وبيصليها ركعتين أو أربعة أو ستة أو تمانية فصلاة الضحة دي ثابتة نعم صلاة الضحة دي ثابتة ودي بتكون بعد الشروق مش في وقت الشروق يعني مش في بدء الشروق لا بعد الشروق السؤال اللي بعد كده بيقول كيف أصلي السهر آه بصوا يا سادة احنا عندنا في الصلاة الصلاة فيها أركان وفيها سنن وفيه هيئات تلت حاجات فيه أركان زي قراءة الفاتحة كده عند الشافعية أو الركوع عند كل المذاهر دارك طيب وفيه ايه وفيه كمان سنن زي مثلا التشاهد الأوسط التشاهد الايه الأول اللي احنا بنجلس فيه اما في الركعة التانية في الصلاوات الربعية وصلاة المغرب في الصلاوات الربعية وفي صلاة الايه وفي صلاة المغرب اللي هي الصلاة الربعية الثلاثة اللي هي الظهر والعص والعيشة وصلاة المغرب اللي هي الصلاة الثلاثية فيهم تشاهد في الوسط كده اسمه التشاهد الاول طيب ليه بنحب نقول الاول عشان هو في صلاة المغرب ما بيكونش الاوسط لان الاوسط ما بين ركعتين وراكعتين طيب بقى التشاهد الاول طيب وفيه عندنا هيئات سيوضع اليد اليومنا على اليسرى دي هيئة طيب نعمل ايه لو انا زودت ركن او نقصت ركن لو زودت ركن مش عامل حاجة لكن لو رقصت ركن انا لازم اقاتي بالركن ده طيب لما اجيب الركن انا ايه اللي حاصل انا كنت قائم وبعدين قلت الله اكبر وراح تنازل للسجود وبعدين افتكرت ان انا ما ركعتش فارجعت تاني وقولت الله اكبر الله اكبر وروح تريه وروح تراك وعملت ايه وركعت خلصت المسألة كده قال لا في اخر الصلاة تزجد سجدتين للسهو تزجد سجدتين ايه للسهو واحنا هنقولكم ماذا بالسادة الشفعية ان الزيادة او النقص في الصلاة بنسجد للسهو يبقى الركن اذا حصل ان في ركن نقص بجيب الركن واعمل ايه واسجد للسهو خلاص يبقى بنسجد للسهو عند الخلل في الركن الخلل في الركن بالزيادة او بنقص لو بنقص اجيب الركن واعمل ايه واسجد للسهو طيب يبقى حكم الركن ايه الاتيان به ثم السجود للسهو يبقى السجود للسهو بيكون عند الخلل في الاركان الصلاة طيب في حاجة تانية يقولنا حاجة تانية اسمها ايه بقى اسمها السنة زي التشاهد الاوسط كده او التشاهد الاول فالتشاهد الأول ده لو أنا تركته جيت بعد الركعة التانية روحت قايم الله وأكبر أنزل أجيبه أول أتنزل ما تنزلش تجيب تجيب التشاهد الأول ده ما تنزلش تجيبه خلاص لأنه أنت تلبست بركن ما ينفعش أنت تلبس بركن وبعدين تنزل لإيه لسنة طب أعمل إيه ما وكده أنا سبت لإيه سبت التشاهد لإيه الأول ده قال خلاص تكمل صلاتك وبعد ما تقول التشاهد الأخير تروح تسجد للسهو احنا عند السادة الشافعية كل السجود للسهو قبل التسليم سواء زدت حاجة في الصلاة او نقصت حاجة في الصلاة يبقى يكون بعد الايه قبل التسليم خلاص وطولة اللي بيسجد فيهم للسهو طب انا لو ما حطيتش ايدي او حطيت الشمال على اليمين اسجد للسهو لا يبقى ايه اللي حاصل يبقى سجود السهو بيكون في الاركان وبيكون في السنن انا شرحت لحضراتك او لحضراتك ايه ازاي بنسجد للسهو وبتبقى سجدتين زي السجدات العادية يعني يبقوا سجدتين بعد ما مخلص التشاهد الأخير اروح اسجد سجدتين وبعدين اسل السؤال اللي بعد كده يقول السلام عليكم انا يا شيخ عايز اعرف اصلي الفجر ما بيعرفش ناس كتيرة بتشتكي الشكوى دي طب الشكوى دي ايه سببها الشكوى دي سببها هو مفهومنا عن اليوم مفهومنا عن اليوم ان اليوم بيبتدي لما نصحى فايه اللي بيحصل فالفجر عندنا مش موطن بداية اليوم طب ده ايه اهميته ان البرنامج اليوم بتاعي بيفقد اهم حاجة بيفقد البركة بتاعته لان الله سبحانه تعالى حضرة النبي دعا الله فقال اللهم بارك لامتي في بكورها البكور ده بيبتدي امتى من بعض الفجر وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم من قال من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله وحضرة النبي قال لو علمت امتي ما في العتمة والفجر لأتوهما ولو حبوا يعني الناس لو عارفين ان الخير والبركة اللي في صلاة العشة وفي صلاة الفجر ايه اللي حاصل كانوا جم حبوا يعني جم يحبوا على قديهم ورجليهم وحاضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى البردين دخل الجنة البردين اللي هم ايه العصر والفجر البردين الليل لان بالليل بيبقى بارد وكمان العصر بيبقى بتبدأ الشمس فيه في الانكسار فيبقى فيه برودة بالنسبة للشمس الشديدة اللي كانت قابله طب ده معناه ايه بقى ان احنا لازم نقول ان بداية اليوم بيبتدي من صلاة الفجر مش بداية اليوم بيبتدي اول يوم بيبتدي كده فاحنا لازم نفهم ده طب اذا كان اليوم بيبتدي كده يبقى لازم احنا نعالج ليلنا بما يتناسب مع بداية اليوم يبقى اول حاجة عشان تصلي الفجر لازم تنام بدري تنام بدري لو بننام عشان ننام ست ساعات انت في الغالب هتنام في حدود تسعة ونص تسعة وربع عشان تسعة على صلاة الفجر يعني يا دوبك هتصلي العيشة وتعمل شوية اعمال ويه تنام عشان صلاة الايه الفجر لما يزيد المسألة يا سيدي تنام عشر احداشر لكن ما اظنش ان انت لما تنام الساعة واحدة ونص او تنام الساعة اتنين والفجر يفاضل عليه ساعة ما اظنش ان ساعة وشوية ما اظنش ان انت تقدر تصحى للفجر يبقى اول حاجة انت نام مبكرا طيب تاني حاجة ايه اللي حاصل انت اخذ السنن اللي انت السنن اللي ايه قبل قبل النوم ان انت تتوضى وتنام على جنبك وترقي نفسك وكل الكلام ده كل حاجة التالتة انت تاخذ من الوسائل ما توقزك زي المنبه مثلا فتضبط المنبه على وقت الصلاة لو عملت التالت حاجات دي بس انا عايزك الاول خالص انا لما ابتدت واتكلمت عن فضل عن فضل صلاة الفجر عملت كده ليه لان اول حاجة تساعدك على انك انت تصلي صلاة الفجر انك تتشوق لصلاة الفجر عارف انت لما تكون مشتقل حاجة ايه اللي حاصل تلاقي نفسك بتوسر ليها وتلاقي ان المسألة بتبقى سهلة عليك وعشان كده حاول انت ان انت تشعل على قلبك الشوق لصلاة الفجر معقولة معقولة دي الرزق اللي انا عايزه يتعالج بان انا ابتدي صلاة الفجر واصلي صلاة الفجر اه وزيك ما الشيخنا يقولون من المجربات اللي يواظب على صلاة الفجر اربعين يوم يوسع له في رزق يعني بعد الربعين يوم ما يصليش الفجر لا 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 ده هو بيقول له ده مفتاح للازمة وبعد كده انت مش هتسلى ده بقى وعشان كده لازم نحرص على صلاة الفجر يبقى المسألة دي مهمة جدا ان انت تشوق نفسك الى صلاة الفجر بكور نور اه عتق من النيران وبركة وخير ايه ده كله ايه ده كله فضل من الله سبحانه وتعالى عميم عظيم في صلاة الفجر يا رب وفقنا دايما الى ان احنا نكون من اهل صلاة الفجر السؤال البعد كده بيقول السلام عليكم السلام عليكم ممكن اعرف شرع الاضحية انا بشترك مع تلاتة وانا الرابع ممكن اعرف اقسمها ازاي وانا اهلي كتير واصحابي كتير عرفني يا شيخ علما بان زروفي على قدي بس ربنا بيبعث رزق واحد بيقول شرع الاضحية الاضحية اولا من السنن المؤكدة يعني ايه يعني سنة اللي يقدر عليها يعملها لكن هي ليست واجبة ليست ايه واجبة ولكنها سنة ايه مؤكدة حضرت النامي ما كانتش يسيبه الاضحية يبقى هو انت لو قادر على الاضحية ضح ما تسيبهاش طيب يبقى ده شيء مهم جدا جدا يبقى دي اول حاجة ايه حكم الاضحية هو بيقول انا بشترك مع تلاتة وانا الرابع اكيد بيشترك في ايه ما بيشتركش في ايه في غنماية لكن بيشترك في ايه في عجل فاذا كان هو بيشترك في عجل هو اربعة من اصدقائه العجل بيكف في السبعة طب هو بيشترك هو الاربعة هيقسموا العجل اربعة اربعة يبقى ان الاشتراك ما ينفعش يكون في ايه في غنماية لان الغنما تنفع عن اهل بيت واحد بس ينفع عن اهل بيت عامل الورداني بس طب والعمارة لا ما تنفعش عن العمارة طيب والعجل لا العجل ينفع عن سبعة ينفع عن سبعة شقة في العمارة يبقى عندنا ده ايه المسألة الايه الاشتراك بقى في الايه في العجل فهو مش تركه أم الأربع فهيقسمه أربع تربع كل واحد الربع بتاعه بده هيبقى يسمه إيه بقى هيبقى يسمه الأطحية بتاعته فهيبقى الأسم الأطحية بتاعته فيعمل إيه فيقسمه تلت تلات وممكن على فكرة ما يقسمه مش تلت تلات لذلك تلت تلات دولة مش واجبين يعني هو لازم يطلع منه للفقرة يطلع تلتو للفقرة لكن نسمه تلت تلات طيب يعني نعمل إيه بقى يبقى هتاخد الربع بتاعك وتقسمه تلت للفقرة وتلت للهدية وتلت الأهل البيت يبقى الربع ده هتقسمه تلت تلات يبقى ده شيء مهم جدا جدا لازم نفهمه طيب انت بتقولي ازاي بقى ممكن اعرف اقسمها ازاي قولنا اتقسمها ازاي وانا اهل كتير واصحاب كتير عرفني خلاص ايه اللي يحصل مش لازم توزع على كل اصحابك ومش لازم توزع على كل اهلك ده مش فرض عليك يكفيك ان انت توزع على اكثر الناس احتياجا ويكفيك ان انت توزع على احبابك واهلك الاقربين وان شاء الله ربنا يبارك لك ويتقبل منك ويجعل اضحيتك ان شاء الله سبب من اسباب ساعتك وساعة الرزق ان شاء الله فاصل ونرجع نكمل اسئلتكم المباركة رجعنا لحضراتكم ومعانا اسئلتكم المباركة والسؤال بيقول يا دكتور عمر انا مصابة بالوسواس في الصلاة والوضوء بعيد كتير بعاني في تكبيرة الاحرام وقراءة الفتح مشهور او الوسواس ده بنطق بصعوبة وبحاول اتجاهل بس بتقلم جامد مش قادرة اقوم قولي اعمل ايه اول حاجة بس لازم نعرف حاجة مهمة اوي ايه اللي بيجيب الوسواس ده اللي بيجيب الوسواس ده ات معنى عندنا احنا بنتيقن فيه اللي في الغالب اللي عنده مشكلة في الصلاة والوضوء بيبقى عنده مشكلة بالنسبة للوضوء في مسألة الايه احساسه بانه هو ما تخلص من نجاسة الايه نجاسة الاعضاء فيظل يخسل انه هو مش حاسس انه هو اتم وضوءه فيفضل في الوسواس ده ويفضل كتير كتير انا اعرف ناس كان عندنا حد كده بيصلي معانا في المسج كان يجي قبل الصلاة بساعة اللي ربع والحقنا في اخر راكع يعني ده بيتوضى ادي ايه على الاقل ساعة على الاقل ساعة بيفضل يتوضى الشخص ده لدرجة ان انا شفته في اخر ايامه ايدي مشققه ايدي مشققه اطعه من مسألة الوضوء فدوة ما نرضيش ربنا طيب يعمل ايه ده يتوضى مرة واحدة بالعكس ده احنا بنخمان بنخليه عشان يخلص من ده يتوضى باركان الوضوء بس يعني ايه يتوضى باركان الوضوء بس يعني ينوي يخسر وجهه ايديه يمسح راسه يخسر جليه يروح يصال ازاي الكلام ده يعمل كده ونقوله ده ايه ده اللي ربنا ارتضاه ده ربنا ارتضاه وربنا سبحانه تعالى امرنا بده فانت لو عملت ده انت عملت عملت الواجب اللي عليك يبقى احنا عشان نحسم النوسواز ده منخليه يعمل كده يبقى احنا لازم نقول كده طب وفي الصلاة في الصلاة بيبقى ايه اللي حاصل هي قالت ان هي عندها مشكلة في ايه في تكبيرت الاحرام وفي قراءة الفتح وان هي بتعيد كتير بتعيد كتير ليه عشان حاجتين حد وهو بيعلمها التجويد قال لها ان انت من لم يجود القرآن فهو آثمه فانت صلاتك مش هتبقى صحيحة غير لما تقولي الكلام بالتجويد اه طيب ولكن التجويد مش لازم اطلعه وكأني عامل الصلام حلقة قرآن مش عاملها مقرأة انا ساقرأ ما يسره الله على لساني لان داوة اللي ربنا امرني به الامر التاني في تكبيرت الاحرام انا بقول لكم بقى انا شغلتي بقى الوسواس دا في تكبيرت الاحرام بيبقى المشكلة جاية منين من فكرة ان هو لما يجي يكبر يكبر بنية وباخلاص فهو يبيقول اه لسه اه يعني هو عايز بقى ايه هو هو مع الله واكبر مع الاه يكون نية فيفضل يعمل كده يعمل ايه وكأنه هو لازم لازم تكبيرت الاحرام تلمس النية في احصل شارز فطول ما بيعملش سارز طول ما هو ما صلاش طب دا ايه سببه سبب في الحقيقة هو تلقي في الغالب تلقي مفاهيم متشددة بتخلي الانسان يقع في هذا الوسواس يعني انا ما شفتش في حياتي سبب من اسباب الوسواس قدل خطابات والكلام اللي بيقولهم متشددين فبيخلوا الناس ما بيقدروش يصلوا طب نعمل ايه اول حاجة نعمل زي ما انا قلت كده نور الله اكبر وندخل في الصلاة ونقرأ الفاتحة زي ما هي وإيه اللي حاصل واللي انت بتعملي ده ده تكلف وربنا حسبك عليه فازايك لازم تسيبي ايه تسيبي المسألة وتعملي ايه قبل الصلاة تصلى على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عشر مرات وبعد الصلاة تصلى على حضرة النبي عشر مرات ولا تلتفتي للامر ده تعملي زي ما انا قلت كده ودوالها تلتفت للامر ده الامر التاني احنا لازم نشوف احنا وصلنا ان حالاتنا وقفت لو حياتنا وقفت لا لا لازم نوح للدكتور لو حياتك وقفت لازم نوح للدكتور لان في بعض الحقيين لو حياتك اتلقبطت ومش قادرة تمرس حياتك بشكل طبيعي يبقى احنا لازم ناقف شوية التفكير ده اللي هو بيحتاج في بعض الاحيين ان احنا نتعامل مع كيميا المخ السؤال اللي بعد كده بيقول لو سمحت يا دكتور انا حماية بيتدخل انا حماية بيتدخل في كل حاجة في بيتي وعشان مراتي بتخاف منه بتقول كل حاجة يبقى لو سمحت يا دكتور انا حماية بيتدخل في كل حاجة في بيتي وعشان مراتي بتخاف منه بتقول على كل حاجة وكل شوية مشاكل اعمل ايه مش عارف انا في الحقيقة المشكلة في زوجة حضرتك المشكلة مش في حاجة تانية المشكلة في زوجتك فلازم تقعد مع زوجتك وهي زوجتك بتعمل ايه هو زوج حما حضرتك بيتدخل في البيت بيتدخل في البيت لانه عايز يحسس بنته انه هو حميها وبطالها فالحل الوحيد هو ماذا ان انت تبطل حجته فتزود حنانك على زوجتك لما تزود حنانك على زوجتك هو مش هيبقى فيه مبرر انه يتدخل لانه هو بيتدخل باعتباره انه بينصحك باعتباره انه هو بيحاول يمنع مشكلات بيحاول يحمي بنته طيب اذا كانت بنته في الحمة اذا كانت بنته انت احنين عليها اذا كانت بنته انت بتراعيها مش هيبقى فيه حجة من اي شك من الاشكال انه يجي يتدخل في البيت ولذلك انا شايف ببساطة وبسهولة انت زود حنانك على زوجتك زود مراعيتك زود امتنانك لزوجتك الامر التاني ان حماك لما تيجي يتكلمه افضل امدح به وافضح كذا 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 هو هيبقى مش محتاج ان هو يثبت لك ان هو مسؤول عن زوجتك يبقى ايه اللي حاصل استخدم هذا الحل الرائع اللي اشار اليه القرآن الكريم وقال وقولوا للناس حسنة طب يا رب لو قلنا للناس حسنة ايه اللي حاصل هتحدى قلوبهم ومش بس ساعتها انا اقول لك حاجة وساعتها ادفع بالله تيه احسن ساعتها مش هو هيدخل في بيتك ومش هيعمل لك مشاكل ده ساعتها هيعمل حاجة تانية بقى ده ساعتها هيقول لها لما يحصل منك حاجة كده ولا يحصل منك تجاوز يقول لها يا بنتي الراجل تعبان الراجل مش قاصد الراجل بيحبك الراجل بيحصل كده يبقى اول حاجة زي ما انا قلت حالك زود الحنية على زوجتك تاني حاجة اقول كلام حلو لحماك تالت حاجة بقى اقعد وتكلم مع زوجتك كل يوم لغاية ما تفهم ايه اللي انت بيوجعك واللي بيدايك فما تعملوش وساعتها هتعيشوا في راحة وسعادة وفانة ويخرج كل سبب من اسباب نكاتكم ولا اذاكم وساعتها ترتاحوا وتفرحوا وتتهنوا وربنا سبحانه وتعالى يبيرك لكم في حياتكم وفي كل احوالكم يا رب العالمين يا سادة احنا انه عرض اتكلمنا عن حديث من اروع حديث رسول الله وقلنا ان الحديث ده بيعمل لنا حالة من حالات السلام النفسي وقلنا ان السلام النفسي ده بيكون بخمس حاجات اللي اشروا اليهم الحديث من الشهادة ومن اقام الصلاة ومن ايتاء الزكاة ومن صوم رمضان وحج البيت وازاي كل واحد فيهم بيرمز الى الاول بيرمز الى البصيرة اللي هي الشهادة وبيرمز كمان مش بس الشهادة بترمز الى البصيرة ده كمان الصلاة بترمز الى الصلة اللي بيننا وبين الله وكمان الزكاة بترمز إلى خدمة العباد وكمان الصوم بيرمز إلى الخصوصية اللي بيننا وبين ربنا وكمان الحج بيرمز إلى شيء مهم جدا وهو تسكية النفس وجهاد النفس وتعالوا عشان نكمل هذا النور والبركة تعالوا أن نجي ربنا ونقول له يا من تعلم سري وخفاياي وحدك من يداوي باطني يا مولاي أنت وحدك من يعرف صدقي في حبي لك وتعلم كذلك كيف يكتوي فؤادي كلما أسأت الأدب معك فأوحل قلبي بسواد معصيتك فبحق نورك وجمالك الذي تنظر به إلى قلبي أسألك وقلبي ساجد مفتقر بين يديك أن تكرمني وأن تغمرني بنورك حتى أتطهر من وحلي ولا يبقى في إلا لطيف حنانك وجمالك ووصالك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين أكرمنا بوصلك وجمالك ومحبتك واتخنا في حضرتك واتخنا في أمانك يا كريم يا ودود يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اشتركوا في القناة